السلام عليكم وإزايكم وأخباركم أتمنى تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال فيديو جديد وعيد مبارك علينا جميعا بإذن الله تعالوا نشوف كده إزاي طبعا بنختم شهر رمضان الكريم وجرد طبعا ما جاي بسرعة خلص كمان معنا بسرعة وزينة رمضان الحلوة اللي كنا بنجهز لها هنبدأ كمان دلوقتي ينشلها من مكانها وراحتفظ بيها أكيد السنة الجاية إن شاء الله وينعاد دايما كده علينا رمضان باليوم والخير والبركات بإذن الله ونشوف طبعا بقى كده تحضرات كل سيدة فيهم لعيد الفطر المبارك طبعا بقى كل واحدة بتبتكر سواء طبعا بأشكال بقى الكحك والبسكوت الحلويات اللي موجودة عندها حتى كمان قطع الشوكولات البسيطة اللي انت ممكن تزينيها وتحطي جنبها العادية كل واحدة أكيد في طريقتها كده ليها حاجة مميزة دايما تحاولي كده تحطي شوكولاتاية مع العادية بتاعتك وطبعا ممكن تكوني مقسمة بقى العادية الأطفال الصغيرة ليهم جزء الكبار ليهم جزء تاني وكمان بتقدميها كده بشكل شيك ومختلف وطبعا بنشوف ستات كتيرة بتحاول دايما تبهرنا بالعادية بكل أشكالها وألوانها وكل واحدة فينا بتحاول أكيد تكون مميزة بالصورة اللي شايفة إن هي السليمة في نواجهة نظرها طبعا بقى فيه ستات بتنزل وتستغل لوقت الصلاة بتاعت العيد وتبداية توزعي التوزيعات اللي انتي عايزاها وممكن طبعا تحط فيها أي حاجة انتي بتحبيها ممكن كمان فلوس قليلة فلوس كتيرة المهم السعادة والابتسامة اللي أكيد بتشوفيهم دايما على وشوش كل الناس اللي انتي حابة تبسطيهم سواء طبعا أطفال صغيرة أو كمان ناس كبيرة وطبعا بقى أثناء فطار رمضان واللحظات الحلوة وتجمع الأسرة وكمان الأجواء اللي كلنا كنا بنستنيها خلال شهر رمضان طبعا بقى الأيام دي عدت معنا بسرعة وبالفعل الأيام السعيدة زي ما بيقولوا كده ما بتحسيش بيها والوقت فيها بيجرب زي ما احنا شايفين كده لكن صدقيني بقدر الإمكان بنحاول نعوض كل ده السنة الجاية اللي ما عملتوش السنة دي يحاولي إن شاء الله بإذن الله تعمليه السنة الجاية ويكون كمان يعني بأجواء أحسن وأحسن كتير أبي وفي ظل ده كله مجرد ما بنشوف طبعا الأجواء بقى والأكلات المختلفة والستات الشطرة إزاي بتحاول تبتكر وتظهرنا بكل أكلة ووصفة ممكن تكون مميزة من وجهة نظرها الأسماك عاملاها طبعا بقى اللي بيحب السنبوسة كيقدر ياخد ده اللي بيحب اللحوم يقدر ياخد ده في كده الحالات هتلاقي السنة بتبتكر بكل الطرق والأشكال والألوان حتى الصحور الرمضاني المميز تعالوا نشوف دلواتي مع بعض كده الصحة من النوم ويلا بينا ندخل مع بعض المطبخ ونبدأ نسلق مثلا البيت تعملي كمان برضو شوية كده من الخضار أو الصلطة مع شوية الخيار اللذيذة اللي قدامنا دي ونبدأ نبتكر ويتفنن طبعا بقى في أشكال والوان الصفرة بتاعتها صدقوني كالأي نعم بيبقى شعور حلو جدا وانتي بتحضري الفطار والصحور لكن كمان برضو الأيام دي مرت معنا بسرعة وصدقيني فيها التفاصيل كتيرة كنا عايزين نحققها أو تظهر معنا بصورة أجمل أو أشيك من كده أو كمان بيبقى في ذلك حاجات كتيرة نفسك تعمليها لكن سبحان الله كل حاجة بتمر معنا بمنتهى الصرعة لكن بإذن الله برضو الأيام الحلوة في إيدينا نعوضها وصدقيني رمضان ضد معنا طول السنة أي نعم بقى داخلين دلوقتي على أجواء العيد والسعادة والبهجة اللي كلنا كسيدات بنحاول نحضرها ونهيق البيت عندنا للمشاعر والأحسيس اللي زي دي لكن بفضل الله كل حاجة معنا يعني كلها بيكون فيها تفاقل نسبة كبيرة كمان من الأمل والسعادة اللي كل ست بتحاول تهيئها في البيت عندها وعالرغم من ده كله كل واحدة فينا أكيد بتحاول برضو في أيام العيد بقى تحسس أفراد الأسرة عندها إن العيد ده قد إيه مثالي جدا وكمان كل اللي انت بتفكري فيه وبتخططي لي من زينا بقى للبيت ودي كورات حلوة وملابس العيد والإحساس والمشاعر وكل حاجة حلوة ممكن نكون منتظرينها وطبعا أي حد بيمر بأزمة ربنا يفك قرب بكل مقروب اللهم أمين وصدقوني كلنا أكيد في حياتنا دغوطات ومشاكل كتيرة لكن بقدر الإمكان بنحاول نتخطى كل ده بنحاول أكيد إن احنا نهاية اللفسنا أجواء السعادة والفرح والسرور وبنحاول كمان نكون قد المسئولية والالتزامات اللي زي دي قد إيه طبعا مشاعر حلوة كلنا بنمر بيها نضافة البيت حتى وانت بتنضافي عشان تستقبلي العيد المشاعر دي كلها قد إيه بتعمليها وانت سعيدة عايزة كل حاجة في مكانها الطبيعي عايزة كل حاجة مصبوطة جدا مفيش حاجة ممكن تكون نقصاكي بتحاولي طبعا تحييق بقدر الإمكان كل حاجة حتى كمان كل واحد كده الطبق دلوقتي بتاعه مصبوط بكل تفاصيله بالأكلات بتاعته طبق الحلويات المكتمل وطبعا بقى نشوف مع بعض بإذن الله بكرة صفرة العيد بكل أشكالها وألوانها وأجواء العيد في كل بلد هتبقى عاملة إزاي حب أقول لكم إزاي ما احنا بنشوف مع بعض تاجي الزات العيد في مكان في البلاد العربية كلهم قرارين جدا من بعض وبعد كمان البلاد الأجنبية ستات كتيرة بتحاول زي ما احنا بنتفرج عليهم هم كمان أكيد بيتفرجوا علينا وبيشوفوا ثقافاتنا اللي أكيد كلها روح حلوة جدا مهما كان صدقوني الناس ما بتحبش غير بقى التجمعات وإلمة الأسرة وكمان تشوف احتفالات حلوة وأجواء سعيدة كلها بهجة وسرور أظن زي أجواء رمضان وكمان أجواء الأعياد الخاصة بينا صدقوني دي كلها كمان الروح الإسلامية الجميلة جدا اللي كلها مجربة بنشوفها كده بنشوف ستات مشرفة نماذج بالفعل كده المفروضة أنها هيتعلم منها التقوص الحلوة كمان في نفس الوقت السفرة اللي شكلها مميز جدا حاجة تفتح النفس هتلاقي كل ست من دول بتحاول بطريقتها الخاصة تبتكر عشان تبهر ضيوفها لأقصى الحدود وبالفعل النتيجة بتبقى زي ما احنا شايفين قمة الإبداع أظن لا فيه لأجمل ولا أشيك ولا أحلى من كده كلنا طبعا بنندور على الحاجات اللي فيها روح حلوة زي دي شكل البيت أجمل طيقة طبعا التنظيم ممكن تكون أجمل الإبداع في كل حاجة ممكن يوصل معينا للدرجة اللي احنا شايفينها دي التفاني في كل حاجة الإبداع والروح الحلوة والطاقة الحلوة وكمان في نفس الوقت النشاط بكل أفكار وحماس أي التغيرات كمان اللي احنا بنشوفها مع كل سيدة من دي بتتيجي طاقة وحماس حلوة جدا الأفكار حتى البسيطة دي ممكن تقلب معيك بفكرة أكبر من كده شوية كمان كده بقى يعني التعاون اللي احنا شايفينها كلهم دلوقتي كده متجمعين في المطبخ بحيث يطلعوا معينا بأكلة ووصفة حلوة جدا طبعا بقى حتى أنواع سرطات اللي السيدة التركية بتقدمها لنا بتثبت لنا فيها يومة اللي قبله قد إيه يا شطرة وقد المسئولية وممكن كمان تبهرنا بكل ملازة وطب من أحسن الأكلات والوصفات والنتيجة أظن بتبقى حاجة خيالية جدا هي دي الروح الحلوة اللي المفهوض احنا نتعلم منها ونشوفها شكل كمان الأكلات والوصفات اللي تفتح النفس جدا والنهاية تبقى زي ما انتوا شايفين كده صفرة مميزة أبي طبعا بقى الجلاش تلاقي السلطات تلاقي التدبولة تلاقي ممكن كمان برضو هنا المحاش بكل أشكالها وألوانها وخصوصا طبعا محش ورق العنب للسيدات التركية يعني صراحة أبهرونة جدا بيه طبعا بقى نشوف بقى كده ونرجع مع بعض بتحضير الفطار العادي وكمان دي من الحاجات اللي كانت تنفع معانا في الصحور شكل وتزيين الأطباء قد ايه بيكون مختلف حتى أطباء الزتوني اللي محطوطة محطوطة كده برصة عادية يعني مش عادية أبدا ده حاجة كده خيالية قوي طبعا بقى تلاقي الحاجة فيها الشياكة في التقديم شكل الأطباء ذات نفسه المختلف بيفتح النفس جدا كل واحدة فينا ممكن يكون عندها فكرة وصنف مختلف عن الإبداع والتميز اللي انتوا شايفينه ده التقلق في أبها الصور يلا بينا تكوني شطرة وتعلمي وتشوفي كمان كده أفكار حلوة وحماسية وغير تقلدية من الأفكار اللي موجودة معنا هنا تعالوا كمان دلوقتي مع بعض كده ندخل هنا على تحضرات تانية بقى زي ما قلتلكم ونرجع مع بعض ونشوف طبعا تحضرات العيد وشكل الصفرة المميزة كدا اللي اعتباري بيها أي حد ممكن يجيلك من حلويات حتى الأطباء الصلاة العادية حتى كمان كل ما لزة وطب كده من أنواع الخضر أو الفكهة بس بطريقة مختلفة ومبتقرة جدا حتى كسات الشاي بالصنية بتاعتهم قد إياه حلو قوي شوية المعجنات اللي السيت التركية دايما بتثبت لنا إن هي شطرة وبتعمل كل حاجات دي عندها في البيت يعني مفيش أي اختلاف أو ديقرات ممكن تكون مبهرة جدا بالنسبة لك غير لما هتلاقيها موجودة هنا ولو أنت أكيد برضو بتجهز المنزل الجديدي أم احتاجة تشوفي معانا شوية التفاصيل اللي زي دي شكل الحود كده مش حود عادي ولا تقليدي أبدا بل بالعكس شفنا طبعا دلوقتي كده بعض الإضافات اللي موجودة فيه وكمان حجم من جوا قد إياه حلو وبيشيل معاك حتى صديرة الفرن الكبيرة اللي موجودة بالشكل ده يلا طبعا نتعلم ونشوف كمان برضو بعض الأفكار الحلوة اللي استند الصغير ده اللي منه مصفى وكمان قطاعة تدري كمان تستخدميها هنا كمان قدرت تشيل معانا أو تداري الجزئية الخاصة طبعا من وصولة الغاز يعني حتى شوية الإضاءات والتركيبة بتاعت الحوض وكمان برضو الدولات بتاع البابا كل حاجة هنا معانا مودرن جدا شايفين حتى الفكرة بتاعت بسقط القمامة من جوا قد إياه شيك مختلفة مبهرة الإضاءة كمان قد إياه حلوة شكل كمان تقسمات الأدراج من جوا كل حاجة تتكلم عن نفسها معانا عند الوقتي يعني ما فيش حتى تفصيلة اسمها مش ضرورية ومش مهمة أبدا كل التفاصيل اللي احنا شايفينها دي بتنقلنا أكيد لمكان تاني خالص إزاي تكوني ست بتشطرة وقد المسئولية وكمان تكوني مظبوطة جدا تعالوا مع بعض كمان نشوف هنا بقى طبعا اللحظة اللي كلنا ممكن تكون لحظة ساب النسبالك مجربة بيكوني وقفة كده جنب اللبل وهو بيغلي ويدوب لسه هتلحقيه لازم كده ينزل منه شوية عندك هالبو تجاز وسعيد في بعض الوقات التانية لو انتي أنقصتي كده الموقف وبالفعل قدرت بانتي تقفليه في اللحظة المناسبة بالفعل بتكوني محتاجة تحتلي أو تكسبي درعك ذهب زي ما شفنا طبعا بقى ندخل كمان دلوقتي مع بعض على السيدة التانية وحبت دلوقتي تورينا كل المشهولات الزهبية بتاعتها الستات التركية معروفة جدا بعيشقهم للدهب حتى كمان في أيام العيد كل واحدة فيهم بتحاول طبعا تورينا يعني كمية المشهولات الزهبية المتوفرة عندها شكل البيت أي نعم وصيل وكل حاجة لكن ده ما يمنعش أنهما بيكون عندهم عيشق للدهب بصورة كبيرة جدا أظن نشوفنا مع بعض النهاردة شكل الصفر رمضانية وصفر العيد وكل أشكالها وألوانها تحضرات العيد إزاي كمان تكوني ستبت شطرة وقد المسئولية وعشان كده أتمنى من كل قلبي لو عجبكم الفيديو النهاردة هستنى أكيد لايكاتكم الحلوة وحمسكم واشتراكم معي عشان أبهركم بكل جديد وشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد ومع السلامة وكل عيد فطر وإنتوا طيبين اشتركوا في القناة